من جهة اخرى توقع مصرف جولدمان ساكس انكماشا الاقتصاد الامريكي بنسبة 35% خلال العامين القادمين ففي تقرير بحثي اوصى كبير الاقتصاديين جون هاتسويز ان التحدي الاساسي الاحتياطي الفيدرالي بتضييق الفجوة بين فرص العمل وعدد العمال وتخفيض معدل زيادة في الاجور الى نسبة تتوافق مع هدف البنك معدل اتضخم المحدد بنسبة 2% عبر تجديد الاوضاع المالية الى مستوى يكفي لتقليد فرص العمل دون زيادة نسبة البطالة بشكل حاد كما اكد هاتسويز ان الاحتياطي الفيدرالي يواجه مسارا وعرا نحو تحقيق هبوط سالس في نشاط الاقتصاد اشتركوا في القناة